انتلقت اليوم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين وذلك تحضيراً لعقد اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري غداً الأحد تمهيداً لعقد القمة العربية الثالثة وثلاثين المقرر لها الخميس المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة تناقش هذه الاجتماعات تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك وخطة الاستجابة طارئة للتعامل مع التدعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجم عن العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين كما يتم بحث التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركية العربية والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028 وتكتسب القمة العربية الثالثة والثلاثين زخما دوليا في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر